مشاهدينا دلوقتي معدنا موجز لأهم الأنباء مع لم يتفضلين شكرا لكي منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزيرة الدفاع والإنتاج الحربية صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وأعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي جوزيب بوريلا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونه الشركة التجارية الأول لمصر وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجهها على ضفطي المتوسط يواصل الحوار الوطني اليوم جلسة الأسبوع الرابع حول المحور الاقتصادية ومن المقرر أن تعقد جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات المدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالية وعلى التوازي ستعقد جلستان حول السياسات الصناعية نظمة تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنصقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناولت الجلسة النقاشية ملف المجتمع المدني ومناقشة عدة محاور منها الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني للدولة والمعاوقات التي تواجه المجتمع المدني والتمويل الأجنبي للجمعيات وكذلك قانون الجمعيات الأهلية يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للاجئين وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ستظل دائما ملازا آمنا لكل من يقصدها ونشرات الخارجية عرضا معلوماتيا يفصلت الضوء على عدد اللاجئين في مصر حيث يعيشوا على أرضها نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السرير انتهكت الهدنة الإنسانية بعدما هاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور اليوم لليوم الثاني على التوالي وأوضح الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطن المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 شخصا وحرق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد المئات من مواطن المنطقة يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه وفد الصليب الأحمر الدولي في إجلاء الجرحة في مستشفى بحر شمال الخرطوم بسبب إطلاق النار على الوفد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيق تقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إثر زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين لبيكين من جانبه أكد الرئيس الصينية شي جينبينج إحرز تقدم والتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الأمريكية أقيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنية متحة والكبار وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور الفنان متحة صالح وخالد داغر رئيس دار الأوبرا يهضف المشروع إلى إعادة أحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملاحنين المصريين والعرب وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخرية مصر بعد الفاصل